اشتركوا في القناة والتي تمثل رافدا مهما لدعم الاقتصاد وحماية البيئة وتنص مذكرة التفاهم على تبادل المعلومات والخبرات وايقامة المشاريع المشتركة في المجالات البحثية والتدريبية والتعوية بالاضافة الى اجراء استطلاعات الرأي والدراسات المسحية وعداد اصدارات تتقيفية ودراسات متخصصة تسهم في الاهتمام بالطاقة المستدامة الى جانب تنظيم ندوات وورش عمل ودورات تدريبية في هذا المجال واكد سعادة الدكتور عبدالحسين ميرزا على همية التعاون مع مركز دراسات الذي يعد من المؤسسات البحثية المرموقة على مستوى منطقة الشرق الاوسط والعالم والاستفادة من خبراته المتطورة في مجال بناء القدرات بشأن كفاءة استخدام مصادر الطاقة المستدامة وتأهيل الكوادر البشرية واجراء البحوث النوعية والاستطلاعات الرأي وفق اعلى معايير الجودة من جانبه اوضح الدكتور شيخ عبدالله بن احمد الخليفة رئيس مجلس امناء دراسات ان الطاقة المستدامة الصديقة للبيئة باتت احد اهم التوجهات المستقبلية التي تتبنها البحرين مستعرضا ما ورد في المرسوم الملكي السامي رقم 22 لسنة 2019 بشأن انشاء مركز الطاقة المستدامة ودور مركز دراسات في هذا الاطار من خلال تشجيع مبادرات ومشاريع الطاقة المستدامة وبناء القدرات والتدريب وعداد ونشر برامج توعوية وتثقيف في مجال استخدام مصادر الطاقة المستدامة والمحافظة عليها ورفع كفاءتها سعدنا اليوم بتوقيع مذكرة التفاهم مع مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة والهدف من هذه المذكرة هو التعاون بين مركز الطاقة المستدامة ومركز البحرين للدراسات في تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب والفعاليات ودعم مركز الطاقة المستدامة لتحقيق الأهداف الوطنية التي احتمدتها حكومة مملكة البحرين وهي الأهداف للطاقة المتجددة بنسبة 5% بحلول 2025 تزيد إلى 10% بحلول 2035 من بعد صدور مرسوم إنشاء مركز الطاقة المستدامة نوقع اليوم مذكرة التعاون بين مركز البحرين الدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة ومركز الطاقة المستدامة لتنفيذ ما ورد في هذا المرسوم من تعاون في مجال الطاقة المتجددة هذا التعاون الذي تنتطلع من خلاله لدعم الرؤى الوطنية في مجال الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة والعمل من خلال الخطة الوطنية التي اعتمدتها مجلس وزراء في هذا المجال نسعى من خلال هذا التعاون أن نوثق إطر التعاون القائمة مسبقا ولكن أن تكون متخصصة من خلال إشراك الباحثون المتخصصون في مجال الطاقة في المركز والعمل على أن تكون مملكة البحرين من الدول المتقدمة في مجال ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة ترجمة نانسى ela